السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيفية حفظه إذن هذا ما تطرقنا إليه في هذه الوحدة إذن نبدأ بالسؤال الأول إذن السؤال الأول يقول ما اسم العضو الذي ينقل السيالة العصبية الحسية والذي ينقل السيالة العصبية الحركية إذن العضو الذي ينقل السيالة العصبية الحسية هو العصب الحسي إذا تعلق الأمر بطبيعة الحال بحساسية شعورية وإذا تعلق الأمر بتحركية إيرادية فالعصب الحركي هو المسؤول عن نقل هذه الرسالة الحركية وبطبيعة الحال الحركات الانعكاسية نجد قوس يعني النصف القوس هو حسي والنصف القوس الآخر هو حركي وبالتالي خلال الحركة الانعكاسية نجد اثنان يلعبان يدور في الإيصال للرسال إذن ننتقل ماذا نسمي حركة سحب اليد عندما نلمس شيئا محرقا إذن عندما نلمس شيئا محرقا فالعملية التي نسحب بها اليد هي حركة انعكاسية تحمين من الحرق ولهذا تعتبر الحركات الانعكاسية تعتبر لها دور في حماية الجسم من الأخطار السؤال الثالث ماذا نسمي الأعضاء التي تنشأ على مستوها السيالات العصبية في الحساسية الشعورية إذن هي أعضاء الحس الخمسة التي نعرفها بطبيعة الحال على مستوها يتم إنشاء السيالات العصبية ما هي مكونات الدماغ إذن الدماغ يتكون من المخ والمخيخ والبصلة السيسائية ما هي المراكز العصبية لدى الإنسان إذن الإنسان لديه مركزان عصبيان هم النخاة الشوكي والمخ ما هي الأمراض ناتجة عن الإفراط هنا الإفراط في التغذياء إذن هناك أمراض ناتجة على الإفراط وهناك أمراض ناتجة عن التفريض الناتجة على الإفراط هي السمنة والسكري ما هو دور المركز العصبي بصفة عامة إذن بصفة عام ما فهو يحلل السيالات العصبية ما هو دور العضلات بالنسبة للجهاز العصبي؟ إذن دور العضلات لأن العضلات عودة عن دور في الجهاز العضلي وفي الجهاز العصبي هي تنفذ الحركة التي تأتي الرسالة العصبية من النخاء الشوكي لتصل إلى العضلات فهي تنجز الحركة وتعتبر عضوا مستجيب السؤال التاسع ما هو دور الحركات الانعكاسية بالنسبة لجسم الإنسان؟ إذن كما قلت قبل لحظات فالحركات الانعكاسية هي تحمي الجسم من الأخضاء يعني أنه مثلا عندما نسحب اليد وذلك الرد الفعل السريع فلحماية إجسادنا فالولا أنه ما كناش نسحب يدينا ورجلينا وأننا ندير ذلك الرد الفعل السريع سؤال العاشر ما هو دور أعضاء الحس؟ إذن أعضاء الحس هي الاستقبال المهيجات والمنبهات التي توجد في الوسط الخارجي أو الداخلي الداخل الجسم وعلى مستواها يتم إنشاء الرسائل العصبي إذن ما هو المهيج بالنسبة للحساسية الشعورية البصرية؟ فالمهيج بالنسبة للحساسية البصرية الشعورية البصرية هو الضوء سؤال الموالي ما هم المركزان العصبيان في جسم الإنسان؟ إذن النخاء الشوكي والمخ ما معنى إهضار الطعام؟ ماذا نقصد بإهضار الطعام؟ إذن إهضار الطعام هو التخلص منه أو رميه دون أن يكون قد تم تناوله إذن ذلك الطعام الذي نتناوله لا يعتبر هضراً فالذين تحدثوا عنه هو ذلك الطعام الذي لا يتم تناوله ورميه في القمام إذن هذا هو المقصود بإهضار الطعام ما طبيعة النشاط العصبي عند قد في اللاعب لضرب الجنسة؟ إذن اللاعب عندما يريد ضرب الكرة في ضرب الجنسة فهو بشكل إرادي هذا ليس يعني رد فعل سريع أو مشكل ذلك وبالتالي وهي حركة وهي حركة أيضاً دونك هنا يا مدام هي حركة فنتحدث أن التحركية هي نشاط عصبي تحركية إرادي ما طبيعة النشاط العصبي عند غلق جفون العيون تجنباً لدخول الغبار إلى العين؟ في هذه الحالة النشاط العصبي هي حركة عكاسية أو حركة لا إرادياً لماذا؟ لأن الغبار عندما يدخل العيون فإنه يؤدي وبالتالي تجد الإنسان يغلق الجفون وبالتالي فهي حركة لا إراديا ورد فعل سريع إذن السؤال الموالي ما دور العضلات في التحركية الإراديا؟ إذن دور العضلات هو إنجاز وتنفيذ الحركة ما أنواع السيالات العصبية التي تنقلها العصاب؟ إذن هناك نوعان من السيالات العصبية سيالات عصبية حسية وأخرى حركية ما النشاط العصب الناتج عن القيام برد فعل لا إرادي وسريع؟ إذن هي التحركية لا إراديا أو ما نسميه بالحركات الإنعكاسية السؤال الموالي ما النشاط العصب الناتج عن القيام بحركات إراديا؟ إذن هو تحركية إراديا ما دامت بشكل إرادي وبمحض إرادتنا فهي تحركية إراديا السؤال الموالي ما النشاط العصب الناتج عن الشعور بإحساسات متعددة؟ إذن عندما نتحدث عن الإحساسات فهذا الأمر يتعلق بالحساسية الشعورية عندما نتحدث عن الحركات فالأمر يتعلق بتحركية إراديا وعندما يتعلق بالإثنين في هذه الحالة ورد فعل سريع فهي تحركية لا إراديا السؤال الموالي ما المقصود بحفظ الطعام من الهضر؟ إذن حفظ الطعام من الهضر هو أننا نؤخر فساده هو سيفسد ولو بعد حين ولكن نؤخر فساده لأطول افترى زمنية ممكنة على أساس يمكن أن نستهلكه ونتناوله وربما أن نتصدق به أو نعطيه للفقراء أو غير ذلك فلهذا نحافظ عليه واحد المدلك لا نرميه في القمامة وهنا يتم طبعات الحال عدم إهضاره وحفظه السؤال الموالي ما المركز العصبي المسؤول عن الحركات العكاسية؟ المركز العصبي هو النخاء الشوكي ما المرض الناتجة تفريط في مواد غذائية؟ إذن هو مرض الأنيميا الأنيميا هو نقص في بعض المواد وبالتالي فهو تفريط إذن بالتالي فيعتبر من الأمراض الناتجة عن تفريط في مواد غذائية وهو من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية بطبيعة الحال السؤال الموالي ما المرض الذي من أسبابه نقص في الحديد ونقص في الكوريات الحمراء ومن أعراضه شحوب لون الوجه إذن هو الأنيميا كذلك فهذه أعراضه وأسبابه السؤال الموالي ما المرض الذي من أعراضه الخمول والإفراط في الأكل والزيادة في الوزن؟ إذن هذا هو مرض السمنة السؤال الموالي ما المرض الذي من أعراضه التبول المسرديد والفشال والعطش؟ إذن هذا هو مرض السكري السؤال الموالي ما العضو المسؤول عن تحليل الرسائل العصبية إذن هو المخ إذن المخ هو الذي يحلل الرسائل العصبية التي تأتيه من أعضاء الحس السؤال الموالي ما الأمراض الناتجة عن سوء التغذية إذن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية التي تطرقنا إليها هي الأنيميا والسكري والسمنة سؤال الموالي كيف يمكن إتبات أن المخ غير مسؤول عن تحركية إرادية إذن هنا بطبيعة الحال عن تحركية لا إرادية إذن هنا سنخرب النخاء الشوكي لضيفضاعات ثم يتم وخزها فحين لن تسحب رجلها لأن النخاء الشوكي والمسؤول والمخ لم يلعب هذا الدور وبالتالي فالمخ لي غير مسؤول السؤال الثلاثون كنت تسير على الطريق تعرضت لي وخزاتي دبوس عن غير قصد في رجلك ما المهيج في هذه الحالة وما المستقبل الحسي وما طبيعة النشاط العصر إذن هذه بطبيعة الحال هي عندما يتم وخزك بدبوس فسيكون رد فعليك سريع وهنا بطبيعة الحاشكون هو المهيج هو الدبوس وعبارة عن آلم ستشعر بالآلم إذن المستقبل الحسي هو الجلد والحركة هي حركة إنعكاسية كنت تتنزه في حديقة فرأيت وردة فقطفتها وشممتها حدد طبيعة النشاط العصر عند رؤية الوردة وعند قطفها وعند شمها إذن عند رؤية الوردة حساسية شعورية بصرية عند قطفها تحركي إرادية إذن عندما حركت اليد لتقطفها فهنا تحركت يدك بمحضي إرادتي وعند شمها فهي حساسية شعورية شمية سؤال الموالي كثرة التبول وجروح لا تلتائم ورؤية ضبابية هي أعراض أي مرض؟ هي أعراض السكر مرض السكري عرف الحساسي الحركة إنعكاسية إذن حركة إنعكاسية هي حركة لا إرادية عبارة عن رضي فعل سريع لبعض المنبيهات الخارجية التي يتعرض لها الجسم سؤال الموالي دخل علي إلى المطبخ فشم رائحة القهوة فرأى كأسا بها قهوة فأخذها الكأس يعني هنا الكأس مؤنت ولكن سحب يده نظرا لسخونتها يعني ذلك الكأس سخونة حد الطبيعة النشاط العصبي عند شم علي لرائحة القهوة وعند رؤية الكأس وعند سحب اليد إذن عندما شم القهوة فهي حساسية شعورية شمية وعند رؤيته للكأس حساسية كذلك شعورية بصرية ولكن عندما سحب يده فهي حركة إنعكاسية وكذلك عندما مد يده فهي تحركية إرادية إذن هنا يا علي يعني مارس أربع هذه الأنشطة عصابية الأولى حساسية شعورية عندما رأى الكأس فهي حساسية شعورية عندما مد يده فهي تحركية إرادية وعندما سحب يده فهي حركة إنعكاسية السؤال الموالي حدد مكونات الجهاز العصبي إذن الجهاز العصبي يتكون من المخي المخيخي والبصلة السسائية وهذه تشكل الدماغ وعندما نخاش شوكي وكذلك الأعصاب المحيطية الأعصاب المحيطية هي التي تتوزع على أعضاء الحس الموجودة في الجسم أين يوجد النخاش شوكي؟ إذن النخاش شوكي يوجد داخل العمودي الفقاري أين يوجد الدماغ؟ الدماغ يوجد داخل الجمجم أين تنشأ الرسالة أو السيالة العصبية خلال التحرك الإيرادية؟ إذن تنشأ على مستوى المخ تبدأ بالمخ وتنتهي بالحركة على مستوى العضل السؤال الموالي أين تنشأ الرسالة أو السيالة العصبية مسؤولة عن حاسة اللمس؟ إذن تنشأ على مستوى المستقبلات الحسية لأعضاء الحس وهناي أعضاء الحس اللمسي طبيعة الحال يعني على مستوى الجلد السؤال الموالي اقترح حلا لمواجهة هضر الطعام لكن مواجه هضر الطعام لا بد من حفظه باعتماد إجراءات حفظه من أجل تأخير فساده وهناك طرق وإجراءات متعددة للحفاظ على الطعام اعطي مثالا لفعل انعكاس في حياتنا اليومية إذن فعل انعكاس مثلا جذب اليد بسرعة عند ساقة كربائية فهذا لو لا هذه الحركة الانعكاسية ربما سيتوفى الإنسان لا قدر الله ولكن هنا ماذا فعند هذه عند هذه العملية الجذب لليد فهي حماية من الخطر لجسم الإنسان ولهذا في الحركات الانعكاسية تحمي جسمنا من الأخطار السؤال الموالي اسفرار البشرة وجفافها وتعب غير معتاد وسعوبة التنفس هي أعراض أي مراض من أمراض سوء التغذية إذن هي أعراض الأنميا السؤال الموالي أذكر طريقتين للوقاية من الأمراض الناتجة عن سوء التغذية إذن التغذية المتوازنة والسليمة وبانتظام ثم ممارسة الأنشطة الرياضية هذه بعض الطرق للوقاية ماذا يعني بالوقاية؟ الوقاية يعني قبل ما يمرض الإنسان بالأمراض يسوء التغذية يخصوه يمارس هذه السلوكات هذه والتصرفات ولكن إذا مرض الإنسان فهنا نتحدث عن العلاج السؤال الموالي أذكر طريقتين للحفاظ على سلامة الجهاز العصبي إذن للحفاظ على الجهاز العصبي إذن يجب النوم الكافي والتغذية المتوازنة والسليمة كذلك السؤال الموالي أذكر ثلاثة طرق لحفظ الطعام إذن لحفظ الطعام هناك طريقة التعليم يعني نضعه في علاب التمليح يعني نستعمله من ملح ثم التبريد نضعه في التلاج السؤال الموالي أذكر بعض مهيجات أو المنبهات أعضاء الحس عند الإنسان إذن المهيجات هناك الضوء والحرارة والبرودة والصوت والألم والضغط وكلها كل من هذه المهيجات تهيج أحد أعضاء الحس التي لدى الإنسان السؤال الموالي أذكر بعض أضرار إهضار الطعام إذن من بين أضرار إهضار الطعام زيادة في أسعار الأغذية يعني كيوقع تضخم تضخم يعني من كيضيع الطعام كتبلي كترتفع يعني الأتمينة كتبلي باهضة ثم أضرار تغيير المناخ فإهضار الطعام هو يؤثر على المناخ لأن تلك القمامة الأزبال التي نرميها بطبيعة الحال فنرميها في مطارح وتكتل تلك يعني وهي تتكون من مواد يعني تتحلال وكتجع لها نبيعات غازات مسببة لإحتباس الحراري وتؤثر على البيئة وتؤثر على الغابات ولها تأثيرات كثيرة جدا إذن ننتقل إلى السؤال الموالي أذكر ثلاث أعراض لمرض السمنة إذن مرض السمنة من أعراضه تناول أغذية أكثر من اللازم عندما يتناول الإنسان أكثر مما يجب أن يتناوله فهي أعراض من أعراض السمنة ثم الخمول عندما يظهر الإنسان يعني خامل ولا يتحرك ولا يكتر من النشاط فهو بطبيعة الحال في هذه الحالة مصاب بمرض السمنة وكذلك ارتفاع الوزين عندما يصبح ارتفاع في الكتلة دي الإنسان إذن ننتقل للسؤال الموالي أذكر ثلاث أعراض لمرض السكري إذن من أعراض السكري التبول المترضيد الفشال عدم التئام الجروح ضبابية في الرؤية إلى آخير السؤال الموالي أذكر ثلاث أعراض لمرض الأنيميا إذن من أعراض الأنيميا فرار الوجه صعوبة التنفس دوار وصدع أنا يعني نصدع على مصر السؤال الموالي أخذت قلما بيدك ما اسمه النشاط العصبي خلال أخذك للقلم إذن هذه تحركية إرادية لأن أخذت القلم بمحظة إرادتي السؤال الموالي أخذت قلما بيدك أذكر بالترتيب الأعضاء المتدخلة في هذا النشاط إذن ما هو بطبيعة الحال إحنا شفنا بأنه تحرك تحركية إرادية إذن تبدأ على مستوى الموخ ثم الأعصاب الحركية تنقل الرسائل عبر النخاش ثم العضلة التي تستجيب لحركة اليد دونك لحسن لحسن الثقال 53 كالي لورغان رسپنسابل دي موهن رفليكسي إذن هنا سيلموهل أبيني يعني نخاش شوكي هو المسؤول على الحركة لنعيكسية كالي لورغان رسپنسابل دي لسنسبل إذن شكونا هو العضو والمسؤول على الحساسية الشعورية سي لسير والمخ كالي لورغان افكتر كي ريبون على الأرد شكونا هو العضو اللذي سيجيب للرسائل أو الأوامر سي سيلميسك إذن عضلة يلي كتنفت لانفون إكري انتكست أو نس لزيدة إذن فينك تولدو الأفكار دي زيدة دي تكست فش هو كي كتب فينك تولدو الأفكار اي كالي لورغان كي إكزيكوت لإكريتير شكونا هو العضو اللي كي نفد الكتابة إذن لزيدة نس أو نبو دي سير و دونك الأفكار كتولد على مستوى لسير و المخ ثم لورغان كي إكزيكوت سي سي لما أو بيان لإمسكل لإن لما كنتين دمسكل جو سي تلس لإمسكل كي انتكتر دون لاموت إذن هنار سن ندكرو الأعضاء اللي كالدخل فش في الحركة تحركية الإرادية إذن كينا لسير و ثم لو كندكتر الموتر هو المص الحركي ثم لإمسكل كي إكزيكوت جو سي تلس الورغان كي انتر بيان دون لاموت حيثي انتكونا هم الأعضاء اللي كيدخلو في التحركية الإرادية أو الحركة الإنهيكاسية إذن كين عندنا الورغان ريسبتور يعني عضو موسقبيل كما من بعد عندنا النار سنسيتيف يعني العصب الحسي اللي كي وصل لز لامويل إبنية اللي ينو خاشوكي نو خاشوكي كي قوم بتحويل الحسي والحركية ثم لنهر موتور كي وصل كندوي الضر أو في النهاية للمسك كي إغزيكي للمسك الثم ثم ثم موسيقى الثم موسيقى من موسيقى موسيقى إذن هنا سنعطي تلسى الامراد ناتيجان سو الثغلية إذن لنهر الانمية الديابيس الوبسيط السومنة والسوكري والانمية الثم 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 أكل نيو ني لسنسيتيف على مستوى أيش كتولد الرسالة الحسية ديال الدوق ونيفو ديال ديال الدوق دونك هنا يصنق باللوني دونك إكسكوزي ما ونيفو دلا لانغ دونك هنا ماشي ديال الشم ديال لوني دونك هاد ستين كيسيون ووالا دونك سيلا فاند هاد للسيونز شكرا على حسني تتبعيكم وموعدونا مع أسئلة أخرى في حصص أخرى متعلقة بالوحدة الثالثة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر